الأدب أيها الأفاضل مشتق في لغة العرب من المأدبة مأدبة إيه اللي يا مولانا اللي دخل الأدب للأكل دلوقتي إيه اللي دخل الأدب للأكل بقول لحضرتك الأدب مشتق في لغة العرب من المأدبة أنت حضرتك طبعا عارف المأدبة المأدبة هي الطعام الذي يجتمع عليه الناس باسمها مأدبة في لغة العرب أن تعد طعاما على مأدبة طعام كبيرة وأن تدعو الناس ليجتمعوا على هذا الطعام هذه تسمى في لغة العرب المأدبة الأدب مشتق من المأدبة اسمع فكما سميت المأدبة كذلك لاجتماع الناس عليها ليأكلوا كذلك الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد الله 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 أظن مش هتنسى إطلاقا الأدب بعد ذلك لغة لأنه مرتبط بالطعام ونحن في الغالب لا ننسى طعامنا وشرابنا أسأل الله أن يمتعنا وياكم بالصحة والعافية طيب نرجع تاني للتأصيل اللغوي نقول الأدب مشتق من المأدبة المأدبة المائدة التي يوضع عليها الطعام ويدعى إليها الناس ويجتمع الناس على هذا الطعام اسمها المأدبة كذلك الأدب مشتق في لغة العرب من المأدبة لأن الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد عشان كده اسمه عبد مؤدب اجتمعت فيه خصال الخير من الحياء والمروءة والشهامة والصدق والوفاء والإباء والرجولة والهمة والإرادة والإخلاص اذكر ما شئت اذكر ما شئت وتكلم وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم ولله ضر المتنبي إذ يقول وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام صاحب النفس الكبيرة يتعب بدنه إي والله لا يعرف طعما للراحة لا يعرف طعما للنوم لا يهدأ لا يقر له قرار ولا يقر له بال ولا يهدأ له بال وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام طب عرفت التأصيل اللغوي للأدب تب نسمعه كم مرة تلتا مولانا معاليش حاضر الأدب مشتق في لغة العرب من المأدبة والمأدبة هي الطعام الذي يجتمع عليه الناس وكذلك الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد طيب تعالى قف بقى كده على تعريف المؤدبين المؤدبين الله 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 لمعنى الأدب لا تاني معاليش تركز حضرتك معايا بقول تعالى معي لنتعرف على معنى الأدب عند المؤدبين المؤدبين عند من حققوا مقام الأدب وهم أولى الناس بتأديب مثلي أنا فوالله ثم والله أنا لا أتحدث الليلة في مقام الأدب من باب شعوري بالأهلية لا ورب الكعبة فلست أتوهم أنني طبيب معافة قد وجب عليه أن يطبب الناس وإنما يتردد في أذني قول القائل وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليله فكلامي الليلة في هذا المقام الراقي في مقام الأدب من باب الشعور بالمسؤولية لا من باب الشعور بالأهلية وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية من عدم الماء تيممه بالتراب أسأل الله أن يسطرني وإياكم بستره وأن يعذني وإياكم من خشوع النفاق وأن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين المخلصين إنه ولي ذلك والقدر عليه تعال كده تعرف معي على معنى الأدب عند أهل الأدب قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا استعمال ما يحمد قولا وفعلا وأنا أضيف له وحالا وأنا أضيف للحافظ بن حجر وحالا آه لأنه قد يظهر الإنسان الأدب بقوله وقد يظهر الإنسان الأدب بفعله لكن إن خلا بمحارم الله خرج عن مقام الأدب خرج عن مقام الأدب فانتهك محارم الله لذا يقول الحافظ بن حجر الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا وأنا أضيف إليه وأقول الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وحالا ألم تسمع قوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وابن ماجة بسند صحيح من حديث ثوبان لأعلمن أقواما لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورة أما إنهم إخوانكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اللهم اصطرني وإياكم بسته الجميل هذا أساء الأدب مع ربه هذا أساء الأدب مع ربه جل وعلا ليس مؤدبا لأنه استحي من الخلق ولم يستحي من الخالق أراقب الخلق ولم يراقب الخالق نظر إلى الخلق ونسي نظر الخالق جل وعلا إليه نظر نسي نظر الرب إلى القلب نسي نظر الرب إلى القلب إلى الحال اللهم ارزقني وإياكم الإخلاصة في الأقوال والأعمال والأحوال قال الحافظ بن حجر الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وأقول وحالا وهو الأخذ بمكارم الأخلاق الأخذ بمكارم الأخلاق اسمع وقيله الأدب هو استعمال الخلق الجميل وقد بينت معنى الخلق وفضل الخلق ومكانة الخلق في دين الله جل وعلا وقيله الأدب هو أن تعظم من هو فوقك وأن ترفق بمن هو دونك شايف مصطلحات المؤدبين المؤدبين لمعنى الأدب قالوا الأدب هو تعظيم من هو فوقك أن تعظم شيخا كبيرا رئيسك في العمل والدك عالما من العلماء أخاك الأكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر